اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن مرض من اكتر الامراض اللي انت هتشوفها في حياتك كطبيب اللي هو اللي بنقول عليه واللي بيكون غالبا بسبب التدخين غالبا بييجي عشان الشخص ده بيدخل لفترات طويلة اي نعم فيه اسباب تانية غير التدخين زي مسلا واحد شغال في الفحم زي واحد شغال في المطافي زي واحد بيتعرض لمواد كيموية وحاجات زي كده لكن اكتر سبب في حياتك هتشوفه هو التدخين وساعة التدخين السلبي فالمهم ان احنا هنتكلم عن لو جالك المريض في الطوارئ وهو في أتاك في هجمة نتعامل معه ازاي او لو انت طبيب بطنة وهتحجز عندك مريض نتعامل معه ازاي في الاسم وما تنساش في البداية اعمل للاك للفيديو COPD ده مرض بيحصل فيه الهوى اللي داخل والخارج من الرئة بتاعتنا بيبقى فيه فيه اعاقة فيه انسداد وعشان كده بيبقى فيه مشاكل في دبادل الغازات والمرض ده بيكون ناتج من تلات مشاكل رئيسية اولا طبعا كرونيك برونكايتس اللي هو التهاب شعوي مزمن المشكلة التانية اللي هي الانفزيمة والمشكلة التالتة الى حد ما ازمة فلو مسلناهم بتلات دواير فالمريض بياخد ميكس بياخد خاليط من هذه المشاكل مع بعض كرونيك برونكايتس انفزيمة والى حد ما ازمة وعشان كده ساعد القسم السي او بي دي الى نعيم كبار فيه بعض المرضى بتبقى الاعراض والمشكلة اللي عندهم اكتر حاجة كرونيك برونكايتس بنقول على المرضى دول المريض ده غالبا بتبقى مشكلته انه عمال يكح بلغم لفترات طويلة سنين وطبعا الموضوع بيزداد تدريجيا ومع الوقت يزداد اكتر واكتر والنهاجان ما بيحصلش مع المريض ده غير متأخر شوية ممكن لما يبقى في الستينات من عمره وغالبا المريض ده بيبقى وزنه زيادة والمريض ده بيبقى عرض اكتر لفشل القلب من الجانب الايمن او بسبب الرئة اللي بنقول عليه كرب المنال والمرضى دول غالبا بيبقى لونهم مزرق شوية بسبب الهايبوكزيميا النوع التاني من المرضى بنقول عليهم ومن اسمهم يعني المشكلة الاكبر عندهم هي الانفزيمة وكلمة انفزيمة معناها ان الفواصل بين الحويصلات الهوائية بتتكسر فتبقى عاملة زي البلونة وده برضو يؤدي الى عجز في تبادل الغازات الرئة المفروض عاملة زي الاسفنجة الانسجة فيها كتير والحويصلات الهوائية كتير كل الانسجة دي بتعمل تبادل الغازات لكن لما الانسجة دي تفرقع وتبقى بالونة بدل ما هي سفنجة ما يبقاش فيه دباته الغازات بشكل كويس المرضى دول غالبا بيشتكوا من نهاجان بدري يبقى المشكلة الاكتر عندهم نهاجان والمريض ده غالبا بيبقى رفيع اما الكحة فغالبا بتبقى متأخرة ممكن تيجي برضو متأخر وبتبقى بدون بلغم او بلغم بسيط عكس الكرونيك برونكايتس يبقى عرفنا ان المرضى بنقسمهم الى نوعين كبار يا اما الكرونيك برونكايتس بنقول عليهم او انفيزيما بيشنس اللي بنقول عليهم طبعا في مرضى كتير بيبقوا ميكس ما بين هذه الانواع زي ما قلنا ياخد شوية من الكرونيك برونكايتس على شوية من الانفيزيما مش لازم ييجي بشكل محدد وطبعا لو جينا نتكلم عن العلامات اللي انت ممكن تشوفها على المريض ده ممكن تلاقي طبعا اللي هو ممكن تلاقي تيجي تعمله بركشن تلاقي تيجي تسمع سدر وتلاقي على الناحيتين ممكن تلاقي شوية ويزيز وشوية ممكن تلاقي معاه لما بيجي ياخد نفس بيطلعه ببطء وتلاقي معاه بيعمل كده مع الزفير ممكن تلاقي بيستخدم العضلات المساعدة للتنفس ممكن تلاقي وياخد واحاجات كتير طبعا احنا تكلمنا عن فحص الصدر في حلقة كاملة هسيب لك الرابط بتاعها تحت تقدر تشوفها كمان ممكن تلاقي علامات المضاعفات يعني مثلا لو المريض معاه قرب المونال اللي هو ممكن تلاقي معاه الاوريدة بتاعت الرقبة محتقنة ممكن تلاقي معاه ممكن تلاقي معاه هباته ميجالي وهكذا ودلوقتي تعال نتكلم عن المضاعفات بتاعت بص يا سي دي من مضاعفات اول واحد انه ممكن يحصل له انه يحصل له هجمة صدره يقفل والاكسجينيشن بتاعه يبقى فيه مشكلة والاعراض تزيد عليه يا اما بسبب عدوى حصل له انفكشن يا اما هو سبب الادوية بتاعته النقطة التالتة هي نيوموثوركس ودي مهمة جدا مريض السي او بي دي اكتر عرضة لنيوموثوركس وعشان كده نخلي بالنا مش كل مريض سي او بي دي جاي بينهج نقول سي او بي دي اكسسيربيشن ونسكت لا ده احنا لازم نعمل اكس راي نعمل فحوصات عشان نشوف فيه اي مضاعفات تانية ولا لا ممكن يكون المريض دخل في نيوموثوركس ويحتاج علاج مختلف النقطة الرابعة هي البلموناري امبلازم او جلطات الرئة ايضا هذا المريض عرضة لها كمان طبعا الاكيوت والكورونيك رسبيتوري فيلير طبعا المريض لو دخل في اكيوت اكسيربيشن ممكن يدخل في اكيوت رسبيتوري فيلير او هو من الاساس يدخل في كورونيك رسبيتوري فيلير لو الموضوع مزمن معاه تلاقي الاكسجين بتاعه عمال ينقص بالتدريج وبعض المرضى كمان ممكن ثاني اكسيد الكربون عندهم يزيد بالتدريج ويبقى المريض ده كرونيك رسبيتوري فيلير كمان طبعا بلموناري هايبرتينشن اللي هو ارتفاع الضغط في الشرايين الرئوية وداخل الرئة عموما بمكانيزم مش هنتكلم عنه دلوقتي كمان مال نيوتريشن المرضى دول ممكن يبقى عندهم سوق تغزيع بسبب حالتهم الصحية كمان طبعا ساكندري بوليسايساميا اللي هي زيادة كرات الدم الحمرة وزيادة الهوموغلوبين عشان نقص الاكسجين برضه وده لو زيادت عن حدود معينة بتعمل مشاكل وتعمل لزوجة وعرضة للجلطات وما الى ذلك كمان طبعا كرب المنال اللي هو فشل القلب من الجانب اليمين بسبب مشكلة في الرئة وغيرها من المضاعفات مش هنتعمق فيها اكتر من كده ودلوقتي تعال نتكلم عن الفحوصات اللي انت تعملها للمريض اللي جايلك بCOBD اكسسيربيشن نص يا سيدي هو التشخيص اولا بيكون عن طريق التاريخ المرضي وعن طريق الكشف بتاعك وفحص المريض لكن بالنسبة للفحوصات ايه الفحص اللي احنا بتشخص به فده بيكون بالسبيرومتري وظائف التنفس لكن غالبا احنا مش بنطلب ده في الطوارئ غالبا المريض بيبقى متشخص من الاساس وجايلك يقولك انا ماشي على بخخات في البيت انا عندي سدة رئاوية هو بيبقى عارف التشخيص اصلا فغالبا مش بنطلب سبيرومتري في الطوارئ لكن ممكن ناخد فكرة سريعة عنه كده ان هو ده اللي بيشخص لنا COBD السبيرومتري ده جهاز المريض بيحط في بقه وبيقفل الانف وياخد نفس جامد بسرعة اقصى حاجة ويخرجوا بسرعة اقصى حاجة والجهاز بقى بيحلل النفس ده وكمية الهواء اللي دخلها واللي خارجها والحاجات دي فالمهم بيطلع لك بقيم عشان مش هندخل في تفاصيلها دلوقتي هنبقى نعمل حلقة بعد كده ان شاء الله عن السبيرومتري فبيطلع قيم حاجة اسمها FEV1 على FVC ده لو طلع اقل من 70% فبيقولك ان المريض ده COBD كمان السبيرومتري بينفعنا في ان احنا نحدد هو في اي مرحلة والكلام ده بيتم ان احنا بنده موسع للشعب لهذا المريض ونشوف الاستجابة بتاعته والصدر بتاعه والرقة فتحت قد ايه زي ما احنا عارفين ان في COBD حتى لو ادينا برونكو ديليترز بيبقى فيه للافلوه على عكس الازمة فالمهم ان احنا بنده المريض بتاعنا برونكو ديليترز وبنشوف القيم دي مرة تانية فلو كان FEV1 على FVC اكتر من 80% فالمريض ده بنقول عليه ان هو ميلد او ستيج وان لو كان من 50% ل 79% فده مودريت او ستيج تو لو كان من 30% ل 49% فده سيفير او ستيج تري اقل من 30% فده فيري سيفير او ستيج فور لكن زي ما قلتلك احنا ملناش دعوا بالسبيرومتري دلوقتي دي حاجة كده من باب العلم بالشيء لكن انت دكتور طوارق وواقف في الاستقبال مثلا وجالك مريض COPD اكتر بيشن فاول حاجة بتعملها ان انت بتحطله البالس اوكزومتري بتشوف تشبعه الاكسجين انا بتكلم على الفحوصات لسه هنتكلم بتعمل ايه في العلاق اول حاجة بتشوف تسبعه الاكسجين عن طريق البالس اوكزومتري فلو كان قليل عشان تحطه على اكسجين على طول يعتبر ده اول فحص بنعمله الفحص التاني هو طبعا ABG غازات الدم الشرياني وده مهم جدا وحيوي لاي مريض COPD اكتر بيشن عشان تنعرف طبعا هل في نقص اكسجين ولا لا هل في حموضة في الدم البي اتش قليلة هل في زيادة في ساني اكسيد الكربون ولا لا كمان بنشوف البيكارب اخباره ايه لان انت لو جالك مريض ومعه CO2 عالي والبيكارب عالي فمعنى كده ان المريض ده كرونيك لان البيكارب بيعلى بالتدريج مش اكيوت معنى كده ان المريض بتاعك كرونيك والCO2 بيزيد معاه بالتدريج عشان كده البيكارب بيعلى معاه بالتدريج كمان الابجي مهم جدا لانه بيحدد لك المريض بتاعك ده هيتحجز فين لان البي اتش لو اقل من سبعة وثلاثة من عشرة فده سيفير اسيدوزيز لو ما تحسنش معاك بالجلسات والحاجات دي بيتحجز عناية مركزة فالابجي مهم جدا جدا الفحص التاني هو شست اكس راي اشعة عادية على الصدر مهمة جدا هتوريك اولا لو في عدوى انفكشن هي اللي عامل اكس سيربيشن المريض معا نومونيا يظهر في الاكس راي زي اللي قدامك في الصورة دي كده مريض اخر معا مضاعفات معا نيوموثوركس مثلا ممكن يظهر في الاكس راي زي كده مريض اخر معا بولورال افيوجن يظهر في الاكس راي زي كده ده بالاضافة طبعا للعلامات الكلاسيك اللي انت ممكن تشوفها لمريض السي او بي دي لو كان زي ما قولنا انفزيم تاسبيشنط يعني الانفزيم اكتر حاجة عنده ممكن تلاقي هايبر انفليتد شست الشست بتاعه كبير ومنتفخ ممكن تلاقي الحجاب الحجز فلات ممكن تلاقي وهكذا اما لو كانت المشكلة الاساسية للمريض بتاعنا هو انو كرونيك برونكايتس فممكن تلاقي العلامات دي زيادة عن الطبيعي ممكن تلاقي كارديوميجالي زي ما قلنا هو بيدخل في كورب المونال اكتر كمان من الفحوصات هو اشعة مقطعية على الصدر طبعا اكثر دقة هتوارد كل اللي قلنا عليه ده بدقة اكتر لكنها اغلى ومش متوفرة في كل الاماكن لكن طبعا اضكب كتير من الاسري الفحص اللي بعد كده هو رسم القلب لازم نعمل رسم قلب للمريض بتاعنا لانه مش كل مريض زي ما قلنا سي او بي دي جاي بينها سي او بي دي اكسي سيربيشن افرد يا اخي عنده جلطة في القلب اما اي افرد عنده اريزميا رابط اي اف مثلا او رجفان اوزيني افرد عنده اي مشكلة تانية فنعمل رسم قلبي كمان نتطمن على المريض بتاعنا كمان في رسم القلب ممكن يديك صورة للقرب المونال قرب المونال هو فاشل الجانب الايمن من الجسم بسبب مشكلة في الرئة فممكن يديك صورة كده او حاجات تقولك ان فيه قرب المونال زي الفحص اللي بعد كده هو طبعا نسبة البوتاسيوم في الدم ودي مهمة جدا سواء في البداية او مع العلاج بعد كده لان البوتاسيوم ممكن يقل بسبب ان المريض يكون بياخد دايوريتيكس منضرات بول او بسبب البيتا اجونست بياخد موسعات شعب بيتا اجونست او بياخد ثايوفيلن زي الاماينوفيلن والحاجات دي ممكن تعمل كده كمان طبعا بنقيد نسبة السوديوم في الدم بعض المرضى اللي هو ممكن يبقى عندهم زيادة في نسبة السوديوم في الدم كمان طبعا بنعمل سي بي سي صورة دم كاملة المريض ممكن يكون بينهج بسبب أنيميا اصلا زي ما قلنا مش كل حاجة كمان او كرات الدم البيضة بنشوف عددها كام لانه ممكن تزيد في حالات بتقولك ان في انفكشن عند هزا المريض هي السبب كمان ممكن نشوف نلاقي لهمجلوبين زيادة كرات الدم الحمراء زيادة الهمايتوكوريت عالي ونقدر نقول ان هي دي الفحوصات اللي ممكن تعملها في الطوارئ في بعض الفحوصات الاخرى لها بعض الاهمية زي الايكو مثلا موجات صوتية على القلب هيفيدك كتير طبعا وباقي الفحوصات التانية دي مش هنتعمق فيها لان هي برضو مش بنطلبها كتير في الطوارئ فباليش نتكلم عنها يبقى انت كدكتور طوارئ جالك اهم الفحوصات اللي انت بتعملها اول حاجة انت بتقسل الاكسجين بالبالس اكزومتري بتاعك ابج شست اكسري او سي تي لو متاح عندك سوديوم وبوتاسيوم وإي سي جي و سي بي سي ودلوقتي تعال نتكلم على العلاج بص يا صديق العزيز لو انت في الطوارئ وجالك مريض عنده فزيه زي اي مريض طوارئ اول حاجة ايه اي بي سي اي ايروي تشوف الايروي بتاعه مفتوح ولا لأ يكون المريض مغمى عليه وعمل كده وبالع لسانه او بتاع تعمل له بتاعه مفتوح ولا لأ بيتنفس ولا الراجل ده في الريست اصلا الراجل لو في الريست هنشتغل سي بي ار فورا سي سيركيوليشن الدورة الدموية وتشوف الضغط بتاعه وتشوف النبض والكلام ده وطبعا تركب له الكانيولا الجميلة بتاعتك وتشوف الاكسوجين بتاعه عشان لو اكسوجينه قليل تحطه على اكسوجين وتقسله العلامات الحيوية بتاعته النبض والضغط ودرجة الحرارة ومعدل التنفس والسكر كمان السكر العشوائي دلوقتي بنعتبره كده زي اي مريض داخل الطوارئ في حالة كريتكال كده ولا حاجة بنقسله السكر يبقى اول نقطة هي الخطوة التانية هي اننا نحدد المريض بتاعنا ده هيتعالج في البيت ولا هيتحجز في اسم البطنة ولا هيتحجز في العناية المركزة فلو جالك مريض عنده وجالك بإكسسيربيشن شوية نهاجان شوية كحة بسيطة كده لكن اكسوجينه كويس والوعي بتاعه كويس ومفيش معاه امراض مزمنة تانية ويقدر ياخد جلساته وعلاجه في البيت والإي بي جي بتاعه كويس والشست إكسري بتاعته كويس يعني من الاخر اموره مستقرة شوية نهاجان زيادة بس شوية ويز حاجات بسيطة كده فالمريض ده نقدر نديله علاجه ويكمل في البيت أما لو مريض تاني معاه ممكن يكون معاه ناقص أكسوجين لكن لما حطناه على الأكسوجين أكسوجينه بيتزبط على الأكسوجين أو هو من الأساس مريض كبير في السن أو معاه كومو ببيتتس كتيرة أو مش هيقدر ياخد أيدويته في البيت في الحالة دي نحجز المريض بتاعنا ده في اسم البطنة أما لو المريض جاي بسيفير أكسوجين عمال ينهج جامد أكسوجينه قليل وجتنا نحطه على الأكسوجين مش راضي يتزبط كمان أو مثلا معاه سيفير أسيدوزز البي اتش أقل من سبعة وثلاثة من عشرة ومش راضي يتتصلح بالجلسات ولا بالأكسوجين أو معاه نيو أرزميا في اختلال في ضربات القلب ما كانش عنده قبل كده أو هو من الأساس عنده الوعي بتاعه في مشكلة الحالة دي المريض ده طبعا يتحجز عناية مركزة فالمهم بعد انت معرفت المريض بتاعك ده هيتحجز فين خلينا نرجع انت ليك كدكتور بطنة المريض اتحجز معاك في البطنة فايه العلاج بتاعه وخطواته وركز معايا بقى رقم واحد هو الأكسوجين طبعا المريض بتاعك لو عنده نقص في الأكسوجين يبقى لازم نديه الأكسوجين وطبعا لازم نخلي بالنا ان التشبع الأكسوجين بتاعه يكون من 88 ل 92% مش أكتر من كده لان زي ما احنا عارفين لو احنا زودنا له الأكسوجين بتاعه ده بيعرضه لزيادة ثاني أكسيد الكربون الأكسوجين بتاعه عن 92% ممكن تحطه على نزل كانيولا في معظم الأحوال بتبقى النزل كانيولا دي كافية جدا معدل 2 لتر أو 3 لتر على حسن ما تشوف الاستجابة بتاعته وتشبع الأكسوجين أو ممكن تحطه على القناع اللي اسمه واحنا عملنا حلقة عن الأكسوجين وازاي نختار كل قناع وكل قناع بيدي أكسوجين قد ايه وازاي نبدل بينهم والحالات دي كلها في حلقة العلاج بالأكسوجين برضو هسيب لك الرابط بتاعها تحت يبقى أول خطوة عندنا في العلاج في اسم البطنة هو الأكسوجين لو الأكسوجينه قليل المال ايه قصة السيباب السيباب هو نوع من أنواع بس سنان انفيسيف ماسك كده بيركب على وش المريض وبيكون على جهاز التنفس الصناعي بمود اسمه سيباب ده بنستخدمه في بعض المرضى اللي عندهم البي اتش أقل من 7 و3 من 10 ومش ردي يستجيب على الجلسات والعلاج بتاعنا والبي اتش عمالها تنزل والسي او تو عمال يطلع فممكن المريض ده نحطه على السيباب كخطوة قبل التنفس الصناعي بشكل عام يعني أما لو احنا حطينا المريض بتاعنا على السيباب ومع ذلك البي اتش برضو عمالها تنزل والسي او تو عمال يعله طبعا بنتابع بالإي بي جي أو من الأساس المريض بتاعنا كان فالمريض ده ما يفعش سيباب ويبقى لازم ولازم لكن ده شغل العناية المتوسطة أو العناية المركزة فخلينا نرجع احنا لشغلنا في اسم البطنة يبقى أول نقطة هي الأكسجين النقطة الثانية في العلاج والمهمة جدا هي إن احنا ندي جلسات للمريض بتاعنا بحاجة زي سالبيتامول فاركولين نقط الفاركولين مهمة جدا جدا ويعتبر ده الركن الأساسي في العلاج ما تنسهوش المريض بتاعك بنعمله جلسة بتجيب جهاز الجلسات اللي بيشتغل على هواء الغرفة وليس على الأكسجين ما نعملش الجلسة على الأكسجين لأن زي ما قلنا احنا لو عملنا الجلسة على الأكسجين عشان يعمل رزاز ويطير الجلسة والمريض يستنشقها وإحنا مش عايزين أكسجين كتير للمريض فالأفضل طبعا هو جهاز الجلسات اللي بيشتغل بهواء الغرفة زي اللي موجود في الصورة ده فالمهم بتجيب الجهاز بتاعك وبتجيب الجلسة بتاعتك الجميلة دي وبنحط للمريض نص سانتي لسانتي فاركولين من النقط الفاركولين دي تسحب نص سانتي أو سانتي وتحطه على تلاتة سانتي محلول ملح في الجلسة وتعمل له جلسة طيب هنعمل له كم جلسة؟ على حسب شدة الحالة اللي قدامك المريض لو مش عارف ياخد نفسه وسدره قافل بيزيق جامد أو في الحالة دي احنا ممكن ندي للمريض بتاعنا جلسة كل تلت ساعة لمدة تلت جلسات وارا بعض بعد كده نبعد الفاصل الزمني بينهم نخليها كل ساعتين كل تلاتة كل خمسة كل ستة على حسب استجابة المريض أما لو من الأساس الموضوع بسيط شوية تزيق بسيط ولن الرجل مستريح شوية ممكن نعمله جلسة كل أربع ساعات مثلا فأنت اللي بتحكم على حالة المريض طبعا من الأعراض الجانبية للستالبوتامول أو البيتا أجنسيس عموما البلبيتيشن والتاكيكارديا والهايبوكاليميا انخفاض البوتاسيوم والهايبرجليسيميا أحيانا ارتفاع السكر والرعشة أو التريمورس تبقى عارفها بس عشان تتباحها مع المريض بتاعك الخطوة الثالثة في العلاج هي هاجة زي الإبراتروبيامبروميد اللي هي أمبولات الأتروفينت نعمل بها جلسات دي برضو مفيدة جدا ومهمة ممكن نعملها مع جلسات الفرقولين أو بالتبادل معها لكنها أبطأ شوية في مفعولها فبنجيب الجهاز برضو جهاز الجلسات اللي بيشتغل على هواء الغرفة ده أفضل ونحط الأمبول الأتروفينت اللي هو الربع ميلي جرام أو نص ميلي جرام زائد اتنين سنتي محلول ملح ونعمل الجلسة للمريض بتاعنا برضو هنعمل له جلسة كل قد ايه على حسب حالة المريض زي ما قلنا لو المريض حالته جديدة ممكن نعمل له جلسة كل نص ساعة لمدة تلات جلسات بعد كده نبعد الفواصل الزمنية أما لو من الأساس الحالة خفيفة شوية فممكن نعمل له مثلا جلسة كل ست ساعات أو جلسة كل أربع ساعات على حسب ما انت شايف وطبعا في الجلسات دي مع تحسن المريض بنحاول نبعد الفارق الزمني طبعا النقطة الرابعة في العلاج هي إن احنا ندي للمريض بتاعنا عن طريق الفم أو أحيانا حقا مهمة جدا ومفيدة لكن مش بنستخدمها في الحالات البسيطة لا في الحالات المتوسطة أو الشديدة لو ما نقص في الأكسجين وما إلى ذلك أما لو حالة بسيطة ما بنديش فممكن نديه أورال عن طريق الفم جميل جدا وبيدي نفس التأثير ومفيد زي مثلا بريد نزولون حاجة زي سوليو بريد اللي هو بتركيز 20 ميلي جرام ندي أورسين فيبقى 40 ميلي جرام مرة واحدة في اليوم لمدة من 5 إلى 7 أيام وبعد كده نبقى نسحبه تدريجيا على مدار أسبوع نوقفه بالتدريج يعني بدل ما كنا بندي 40 أورسين بعد كده ندي أورس لمدة يومين ولا حاجة بعد كده نص أورس لمدة يومين وهكذا لحد ما نوقفه نهائيا لو المريض حالته وحشة ومش عارف ياخد أقراص فممكن نديله زي مثلا بريد نزولون زي السوليو مدرول ممكن نديه بجرعة من 60 ل 500 ميلي جرام في اليوم لمدة 3 أيام بعد كده نبقى نقلبه أورل ونقلل جرعاته بالتدريج زي ما قلنا برضه النقطة الخامسة في العلاج هي المضادات الحيوية مش احنا قلنا ان المريض بتاعنا ممكن يكون حصل له بالسبب عدوى التهابري او مثلا المضادات الحيوية لها دور مهم خصوصا لو في علامات تقولك كده مثلا المريض معاه ارتفاع في درجة الحرارة او مثلا معاه بيرول انتسبيوتان معاه بلغم تقيوحي او البلغم نفسه اتغير كان هو معاه بلغم بلون معين متعود عليه على طول اللون اتغير او الكمية اتغير ده يقول ان فيه انفكشن جديد او انت شفت بتاعته لقيت نومونيا يبقى المضادات الحيوية في الوقت ده مهمة جدا من اشهر المضادات الحيوية اللي انت ممكن تستخدمها اللي هي كونولونز زي مثلا ليفوفلوكساسين مفيد جدا ومهمة جدا حاجة زي التفاسين مثلا 750 ميلي جرام مرة واحدة في اليوم لمدة خمسة ايام او ممكن تدي اموكسسلل مع كلافيرونيك اسد حاجة زي الهاي بيوتك واحد جرام مرتين في اليوم لمدة سبعة ايام طبعا لو انت عايز تعرف المضادات الحيوية بشكل اكبر لو انت شاكك في انفكشن او نومونيا فشوف حلقة البكتيريا النيومونيا اللي انا عملتها برضو هسيب لك الرابط بتاعها تحت فيها كلام لو انت شاكك في ميرسا لو انت شاكك في سودومونس هو ده وكده يا صديق العزيز يبقى هي دي اهم نقاط علاج عندك في اسم البطنة احفظها زي اسمك ما تنساهيش اللي هي جلسات الفرقولين اللي هي جلسات اللي هي جلسات مثلا او المضادات الحيوية زي الليفوفلوكسسل مثلا امال يا دكتور تامر ليه ما تكلمتش عن المغنسيوم صالفيت وانبولات اللي بتعلقها للمريض وجلسات البالميكورت بص يا عم بندق اللي انا يقولت لك ده هو ده اهم نقاط العلاج وهو ده اللي مكتوب في ده الاساسي واللي انت تعرفه كطبيب بطنة حلوة قوي عليك بالنسبة بقى للمغنسيوم صالفيت فده يعتبر نعم ليه فوايد لكن استخدامه حاليا مقتصر على الحالات الشديدة جدا والمهددة للحياة فساعات بيدوه بجرعة من واحد لاتنين جرام على ميت سنتي محلول ملح كل 12 ساعة مثلا بيساعد شوية لكن مش اساسي في العلاج اما بالنسبة للثايوفيلن او الاماينوفيلن فده اصبح ثيرد لاين خط ثالت في العلاج اي نعم ليه فوايد كتير بس برضو ليه اضرار كتير وكمان ليه حاجة اسمها نارو ثيرابيوتيك اندكس ان انت عشان توصل للمستوى العلاجي بتاعه عايز جرعات معينة بعدها مباشرة ممكن يدخل في يعني المريض بتاعك لو انت ديتو ثايوفيلن بجرعات قليلة مش هيجيب تأثير مهم ولو انت ديتو الجرعات المزبوطة العلاجية فهو عرضة للتوكسيسيتي في اي وقت ولازم يمتابعة جديدة عشان كده بقى ثيرد لاين او خط الثالث في العلاج برضو انت كطبيب بطنة بلكش دعوة به لو استشاري صدرية هو اللي كتبه فما فيش مشكلة هو عارف شغله بقى وعارف بيتعامل معي ازاي لكن انت لو طبيب بطنة وعندك في الاسم اشتغل بالجايدلاينز اللي انا قلت لك عليها والنقطة الاساسية اللي قلت لك عليها وخلاص ودي جرعات التايوفيلن لو عايز تشوفها وبالنسبة للإنهيل دسترويدز زي جلسات البالميكورت المشهورة جدا بنشوفها فانا دورت عليها ملقتش لها رول في برغم طبعا انها بنشوفها بتتكذب كثير في الحالات دي وكمان بالمناسبة بقى بما انك فتحت الموضوع الأنتي تاسيفز الأدوية بتاعة الكحة زي ديكستروم وفيرفان مثلا بيقولوا ان هي لتل رول يعني ما لهاش دور مهم كمان ممكن بعض الناس في بعض الحالات المهددة للحياة يدو إبنيفرن تحت الجلد او تيربيتولين فبرضو دي أدوية خطر شوية بسبب الإنتروبيك بإفكت بتاعها والكورونيوتروبيك إفكت وممكن تعمل أريزميا ممكن تعمل السكيميا ومشاكل تانية فمالكش دعوة بيها انت ليك النقطة الاساسية اللي قلتلك عليها في البداية واللي نقولهم مع بعضي تاني عشان ما تنسهمش لو انت دكتور بطنة ومعاك حالة محجوزة في الاسم فأهم النقطة للعلاج هي جلسات فارقولين اللي هي جلسات في الحالات المدرت والسيفير زي لو انت شايف ان فيه علامات للعدوى زي وبكده يبقى خلصنا حلقتنا النهاردة لو انت عايز تعرف مريض اللي هو ستيبل بنعالجه ازاي في البيت اكتب لك كلام ده في التعليقات هسيب لك المصادر بتاع الموضوع في الوصفة اسفل الفيديو وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لحضرتكم